اليوم كان يوم رائع للأفارقة في كأس العالم يوم كبير للأفارقة في كأس العالم بدأ بمواجهة الكاميرون والسربيا والكاميرون اللي تقدمت مبكرا بهدف وتأخرت بهدفين مع نهاية الشوت الأول ثم هدف تالت في الشوت الثاني قدرت تتعادل في النهاية مع سربيا 3-3 في مباراة غياب الحارس الكبير أونانا اللي استبعد من قائمة الكاميرون لأسباب تأدي بيها أكلمكم عنها تفصيلا بعد كده كمان المنتخب الغاني في مواجهة صعبة جدا جدا أمام كوريا الجنوبية قدر يفوز 3-2 بعدما كان متقدم 2-0 ثم تعدل كوريا الجنوبية 2-2 وقدر كدوس في الآخر أنه يحسم الأمر للمنتخب الغاني البرازيل وسويسرا البرازيل حتى لو ما أظهرتش قوة هجومية غاشمة كما هو كان متوقعا فازت على السويسرا 1-0 صحيح بهدف كازيميرو ولكن للمباراة الثانية على التوالي ولا كورة على مرمى البرازيل البرازيل تلعب وحدها مع منافسيها أما البرتغال فمباراة تعلق برونو فرندانديز فازت على المنتخب أرجوي 2-0 بأداء رائع جدا للبرتغال هجوميا وأسماء كبيرة جدا وأداء تكتيكي محترم جدا من البرتغال صحيح لسه البرتغال ما حستكش أنه منتخب مرعب ولكن منتخب واسك وعنده عناصر رائعة جدا ترجمة نانسي قنقر